موسيقى شهادة جديدة وشاهد جديد ومساحة بكر من التاريخ سنحرثها لنستخرج ما فيها من حقائق وثائق السلام عليكم كيف تلقى ملك الأردن خبر اغتيال السياسي العراقي طالب صحفيون أردنيون في العراق بطلب من صدام حسين ماذا داره بين الطارق عزيز ووزراء أردنيين في بيت عبدالهاد المجالي رئيس السنغال يسأل عن السنة والشياء هذه بعض المحاور وبعض المحطات التي سنمر عليها ونتوقف عندها مع ضيفنا الوزير والسفير والنائب الأردني السابق الأستاذ محمد داودية لكن هذه العناوين تسبقها وتطعى عليها عنوين أخرى فالأستاذ محمد داودية صحفي وكاتب معروف ورئيس مجلس إدارة جريدة الدستور حياك الله أستاذ حميد حياك الله أستاذ حميد معالي الوزير والنائب والسفير ولكن قبل ذلك كل هذه سابقة بس الصحفي ما يكون سابقا نعم أحسنت ولا الكاتب ما يكون سابقا أصبت أصبت تماس بين الساحة الأردنية والساحة العراقية اقتصاديا سياسيا مجتمعيا بكل شيء ذهبتم إلى العراق بطلب من الرئيس صدام أسيان شي سألهم شون المهم نعم أول شيء بمسي على مشاهديك وأنا سعيد يعني أطل على أهلنا في العراق من خلال هذه المحطة أخي دكتور حميد إحنا يعني في صحافة في الأردن معتمدة على ذاتها الصحافة الأردنية وأنا رئيس مجلس إدارة صحيفة يومية أو الصحيفة اليومية الأقدم لا نتقاضى فلسا واحدا معنا من الدولة نعتمد على ذاتنا وحدث خلال الحرب العراقية الإيرانية أن يبدو استعصاء ما في مسألة قراءة الصحف العراقية فكأنما جرى حديث بين الملك حسين وصدام حسين الله يرحمهم حول هذه المسألة يعني شاف الرئيس السابق شاف صحفنا وشاف محتوياتها وقارنها مع الصحف العراقية وشكله هيك شكله هيك فالملك حسين أبلغ أبلغ دولة الرئيس ودعانا وقال سيدنا بدي إياكوا تروح على العراق منه كان رئيس وزراء؟ كان رئيس وزراء في تلك الفترة مضرب الدراق هذا الكلام بالثمينات يعني؟ بالثمانينات نعم فاختاروا مجموعة من الصحفيين اختاروا طارق مصاروه الله يرحمه فاد الفانك الله يرحمه عبد الرحيم عمر الله يرحمه من كبار الصحفيين حيدر محمود الله يطول عمره عين الآن الشاعر البارز محمود الرماوي قال لي طول عمره أيضا وآخرين وأنا فذهبنا إلى العراق والتقينا في وزارة الإعلام العراقية بعدد كبير من الصحفيين العراقين بحضور أو برئاسة وزير الإعلام السابق وحسيت أنا أنه فيه توتر من جانب أشقائنا العراقي أنه شو هذول جايين يعملوا علينا معلمين يعني وهذا مش صحيح وأنا التقطت يعني الأحاسي الساي وقلت يا إخوان إحنا جايين نتفاعل إحنا وزملائنا العراقيين وفعلا فيه كان حميد سعيد يعني متحسسين الجماعة كانت؟ تحسس كبير يعني ما قدرش يضبطه ردة فعله امتجاهه أو قصده يوصلوا لنا إياه بس أنتوا أتقيتوا مع القيادات الإعلامية مش مع الإعلامين نعم نعم بس كان فيه تحسس تحسس بارز استدعى أني أقول إحنا مش جايين إحنا جايين نتفاعل نأخذ ونعطي مع أشقنا العراقين وأنا قاصد ذلك صحيح هيك إحنا مهمتنا مش تعليمية يعني وكان أستاذ سعد البزاز موجود وآخرين فارتاح الجو شوي ارتاح ثم وزعونا أنا وحيدر محمود ومحمود الرماوي رحنا على الجمهورية عند الأستاذ سعد البزاز ورح ناس على جريدة عسكرية القادسية لازم هذا الكلام 89 بالضبع 89 نعم ناس مننا رح على القادسية القادسية كان فيه صحيفة عسكرية نعم القادسية صحيفة قوزة عن الجهة عن توجيه سياسي فهد الفانك الله يرحمه والناس رحى على الثورة وإلى آخرين فارحنا وكنا نسهر في جريدة الجمهورية مع الشباب وأنا تعرفت أومما ذاك على الأستاذ سعد البزاز شاي ومضينا أسبوع زمان بهاي المهمة اللي أنا سميتها تفاعل وأكدت في تلك الجلسة الأولى أن مشكلة الصحافة في العالم العربي على وجه التحديد تتلخص في كلمة الحرية حرية الرأي شنو كانت المشكلة القرأتوها بالصحافة العراقية؟ أين المرض؟ نعم أن الصحف العراقية تطبع وتوضع في الشوارع وما حدا بيشيلها ما حدا بيحملها مجانا ما حدا بيحملها فكانت لا هذا أعتقد الوصف شوية بقسوة يعني كانت الصحف العراقية هذا ما وصلنا شوف كانت أستطيع أن أوصفها صحيفة النسخة الواحدة يعني وقالت أنباء وحدة تغذي الصحف كلها توجهها واحد خطابها واحد لكن مش الحد أنه ما حد يشتريها نعم يعني أنا هذا اللي وصلنا كانت تطبع كميات من الصحف والناس يشتروها لأنه ما في حل ما في بديل إذن كان مثلا صورة الرئيس أربع أعمدة آه صحيح مكررة صحيح في كل الصحف صحيح شاير منسوب الرأي والنقد والرئيس بعد أن اعتقله وحققه مع الأمريكان قالهم أنا ما كنت أطلب طبعا ما أحد أطلب ما كنت أطلب لكن الوزير ربما ورؤساء التحليم المنافقين مزايدات مزايدات فأيضا منسوب النقد ما في نقد تقول مثلا وزير الصحة أخفق وزير التربية أصاب كله يعني لا أيضا هاي ما اتتفق معاك فيها كان في نقد بجوز لاحقا في الصحف اللي عملها حدي نقد بحدود الهامش المسموح هذا هو أنا قلت أنه مشكلة الصحافة العربية وعنا تحديدا في الأردن ضبط ضبط هذه باعتبروها يعني بكيفوها قد ما بدي بيمطوها كيف المطاط بيمطوها كثير بخلوها زي ما بدو طيب أنتوا أديتوا المهمة ولا لا؟ أدينا كنا نسهر في أنا سرت في صحيبة الجمهورية وحاولنا نكتب المنشيط مع بعض وإلى آخره أنا ما أعتقد أنه صار يعني تحسن بارز أو تحسن رئيسي إلى آخره شاهد هذه هي قصتنا مع الله أنت عملت مع جلالة الملك نعم جلالة الملك حسين نعم وفي هذه الفترة أعتقد بـ 97 قتل طالب السهل نعم وطالب السهل تربط علاقة طيبة مع الملك فكيف كان رد الفعل؟ صدقني يعني أنا ما كنتش في هذه الأيام بالديوان بس أنا محتك يعني بالديوان وبجلالة الملك أنا نشط في كل المجالات فعلمت أن الملك الله يرحمه لم يأكل لمدة ثلاثة أيام امتعاضا ويعني غضبا وزعل على اغتيال طالب السهل أول شيء طالب السهل رجل مسالم يعني إجل الأردن هون عطى الملك جواز سفر وعطى جنسية وعطى أمنه أمنه يعني كأنما دخيل وراح الله يرحمه إلى بيروت وهناك اغتيل طريقة يعني بشعة قصة خياط ودراي كلين وقتلوا بالبيت فهذه يعني ولدت الأردن أجر اتصالات على أثر الاغتيال مع العراق؟ قال لا 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 ما يعني ملك خلص خانت العلاقة أيضا هذه واحدة من يعني في ضربات رئيسية أصابت العلاقة العراقية الأردنية واحدة منها قصة طالب السهل واحدة منها تسليم الرهائن الأجانب في أمريكان مثلا سلم النظام العراقي السابق سلم الرهائن الأمريكان لمحمد علي كلاي 16 واحد إجاء محمد علي كلاي إلى بغداد وقال له من الرئيس ما يصير يطلع هذا الشايب كان عنده زهايمار وعنده مش عارف شو ما يصير يطلع فاضي الإيدين هيك باللهجة البسيطة وسلم وكان الملك يعني مختنق الملك حسين بسبب أنه رفض العدوان على العراق المشاركة في حفر الباطن والملك كان مع الحل العربي العربي وحذر من مخاطر استدراج القوات الأجنبية إلى المنطقة ولذلك حوصر الملك حصارا خانقا وكان حصوله على الرهائن مكسب كان حصوله على الرهائن بيقول أنه شايفين علاقتي على قلبها الرجل مثمرة في بعض الأحالات إحنا يا سيدي بواخرنا اللي بتجيب لنا حنطة وبتجيب لنا سكر هذا كانت شركة لويدز على ميناء العقبة تفرغها ثلاث مرات تنكيل وأيضا مقابل رسوم عالي جدا غير ذلك المعونات انقطعت من الخليج طبعا انقطعت ما سمونا دول ضد إحنا الأردن وفلسطين واليمن والسودان دول ضد وإحنا لا ضد ولا شيء إحنا الملك بذل جهد كبير جدا من أجل انسحاب من أجل ما يصير يعني العراق أعطى الرهائن لمحمد علي كلاي وأعطاها لرامز كلارك وأعطاها لقلوي وأعطاها لليثي شبيلات هذه كمان واحدة مؤلمة إنه أعطى الرهائن لأردني معارض ومعارضة حق يعني ما عنداش مشكلة في المعارضين أعطاها لسيد ليثي شبيلات ولم يعطيها للملك شوف أنت قديش لو أعطاها لواحد سوري لواحد تركي يعني أخب كانت قنوات الاتصال مقطوعة مقطوعة كانت قنوات الاتصال يعني الملك والرئيس الملك أول إشي بدل كل جهد وأخذ تطمينات وما تم بخصوص الانسحاب وحاولوا مع الجامعة العربية ورعى اسكندرية وتسليم الرهائن كان مقصود من الرئيس صدام يعني هذه رسالة هذه رسالة طالب السيل تسليم الرهائن يعني هذه رسائل سلبية كثير شايف وامتعض الملك منها وأساءت له ويعني كانت ممكن تشكل يعني كسر لحائط الحصار متنفس على الأقل متنفس أصبت حجم الضغوط على الملك أثناء حرب الخليج أنت متحدث عنها يعني أنه ضم الأردن إلى حفر الباطن وكان هدف أمريكي ولكن الملك رفض طبعا شن رد الفعل شن الضغوط شنو التحشيد اللي صار ضد الأردن ضغوط هائلة جدا أول شيء إحنا كل قطاعاتنا الأهلية والرسمية قوطعت يعني مثلا على سبيل التحديد المسلسل الأردني والممثلين الأردنيين والدراما الأردنية كانت منتشرة كانت مسلسلات الأردن وكانت نمبر ون قبل سوريا قبل ما تدخل سوريا على الخط وكان الممثلين يبيعوا المسلسلات ويمثلوا في مسلسلات خليجية كل هذا توقف الممثلين الأردنيين والمخرجين والستوديهات الأردنية تقريبا انهارت على رؤوس أصحابها ما لقوش يوكلوا ناهيك عن المساعدات الخليجية الصحيح لهم فضل علينا كانت هناك مساعدات خليجية للموازنة ولغراض عسكرية وللصمود وإلى آخر احنا كنا اسمنا دول الطوق اللي خصصت لهم الجامعة العربية مبالغ محددة من ليبيا ولم يلتزم بها القدافي فلسن واحدا ولكويت والسعودية فغير ذلك يعني أوشك أوشك الضغط والغضب الأمريكي من الأردن أن يهدد الكيان ويهدد الملك فهذا كان خطير جدا أنه أنت تشق عصد طاعة وإحنا لما منحتاجك في اللحظات الحاسمة ما بتكون موجود فحتى أن هذا الحال استمر الحصار السياسي والمالي والإعلامي والتشويه وإطلاق نعود كثيرة جدا على الملك حسين الله يرحمه عن نظام الأردني استمر حتى أسهمت الكويت ذاتها أسهم وزير الخارجية اللي كان الأمير الحالي الأمير الحالي بعلاقته مع عبد الكريم الكبريتي دولة عبد الكريم الكبريتي أسهمت وكان بيسميه إلى اليوم بيسميه لدي عبد الكريم محبة وثقة واطمئنان أسهمت في أنه يكسر هذا الحصار فوافق الرئيس بوش على استقبال الملك بعد عناء شريطة أن يستقبلوا في مطبخ البيت الأبيض على باله الملك يرفض ملك مرن ملك المرونة وملك الدهاء وافق وراح وأكل زبدة وعسل وشاهب وكسر الحصار ملك المرونة والانحناء العواصف وامتصاص المخاطر آه ملك عدارها بحكمة وبروية عرفت شو كيف كان اللقاء بين طارق عزيز كنت حضرتك ضمن الوفد الذي استقبل طارق عزيز في بيت عبد الهاد المجد صحيح شنو وهم الطارق عزيز كان كنا في حكومة دولة عبد الكريم الكبريتي كنت حضرتك وزير أنا وزير شباب كنت بلغني أن ضيف طارق عزيز ومع السفير العراقي نوري الويس بدنا تعملوا لقاء سياسي معهم عملنا هذا اللقاء في منزل بعيدا عن الأضواء والإعلام في منزل السيد عبد الهادي المجالي وكان وزيرا للأشغال وكان في الجلسة هم الثنين وأنا وعبد الهادي المجالي وعوض خليفات كان وزير داخلية وكمال ناصر كان وزير تنمية سياسية تنمية إدارية يعني سياسية نحن مش بس وزراء فجرى هذا اللقاء يعني أول شيء أشار طارق عزيز إلى أن الأردن يأوي محطات إذاعة معارضة للعراق قريبة من الحدود العراقية الأردنية شيء تصد؟ أنه فيه ناس يعني معارضة عراقية بتبث ضد النظام من الأراضي الأردنية وهذا صحيح؟ وأما نعرف هذا يعني صار التأكيد على أنه سيتوقف إذا كان موجودا هيك الجملة إذا كان موجودا مش إشاعة سيتوقف على الفور يعني إحنا كنا مخولين ثم يعني شرح طارق عزيز البؤامرة بين جوسين اللي صارت هذا الكلام نهاية التسعين هاتلازم هذا الكلام يا سيدي إحنا حكومة عبد الكريم الكامريتي ستة وتسعين سبعة وتسعين هذا في بداية السبعة وتسعين ثم ذهب السفير العراقي إلى الحمام فقال طارق عزيز مشان الله هيك يعني اغتنم غيابه فقال مشان الله ما احكو للرئيس خلي الملك يحكي للرئيس يعني ما بيمشي هيك الحال لازم ينفرج لازم يحل لازم يعني لديناك يخفف ونتوتر وانه مش قادرين نحكي معه هو هو بيحكي أول إشي قال احنا مش قادرين نوصل له شيء ولا قادرين نجادله ولا قادرين نقترح له مشان الله تدخله احنا وصلوا رسالة للملك واجعد رجع السفير توقفوا الحمام طبعا طبعا اذا طارق عزيز كيف قريتوا هذا قريناها انه في رعب وفي ارهاب وهذا رجل من اشد المخلصين للرئيس صدام وظل حتى حوكم وحتى مات وهي مدفون عنا هون في مادبة شايف الله يرحمه هذا الخبير ايضا العريق من مدة طويلة جدا لا يتمكن من ابداع رأيه ولا يخجل انه يستنجد فينا يعني انا لو محله ولا ما بطلب هالطلب عرفت شو يعني معيب انه واحد بهذا الحجم مدسقيات الثورة له قرن فيها وهذا وبالاخير يكشف امام الاخرين انه ما بيدهم حيلة ولا انهم هما ورسالة وصلت طبعا طبعا رسالة اول اشي يعني كان اللقاء مسجلا متلفزا ومسجلا يعني حتى يصل للجهات الرسمية انا ما كنتش معرف انه مسجل بس كنت متوقع انه مسجل وبالاخير تضح لي انه مسجل مضايق طريق عزيز ايش هو جاي في هاي المهمة يعني جاي في مهمة هو المهمة المؤلنة انه شو اسم احنا بلغناها طبعا قصص مختلفة وعتبنا والاخيري مع انه ملك حسين ما طلبش انه نعمل شي ملك حسين ما يدخل بالتفاصيل اعرف شو الله ارحمه طيب انتوا علاقاتكم مع العراق دائما تحشيد باتجاه نصرة العراق ورحت وفد الى البابا نعم مجموعة من الشخصيات الاردنية راحت الى البابا نعم اخي الدكتور انا وسيد سمير الحباشنة كان وزير الداخلية لا ما كانش لسه وقت كانت هذا الحكي احنا صرنا وزراء سمير صار في الخمسة وتسعين وانا في ستة وتسعين كنا يعني حتى قبل ما نكون هو في الواحد وتسعين بداية الواحد وتسعين لما ادركنا انه في يعني ضرب للعراق وانه ما فيه امكانية لمواجهة هذا الضرب صار فيه شعارات كثيرة وخطابات كثيرة في الشوارع العربية ووعود وبدنا نحرق الاهداف الامبريالية في الجو والبحر كله خرط فشكلنا وفد انا وسمير قعدنا وحطينا اسماء واتصلنا وشكلنا وفد قابل البابا وطلبنا من قداسة البابا ان يوجي عظة الاحد القادمة من اجل يعني ان لا تنشو بالحرب ولا وان يتم اللجوء الى والبحث عن حلول سياسية وفعلا من شرفته البابا استقبلنا طبعا فيه صور موجودة استقبلنا البابا استقبال كريم واهدانا كل واحد شغلي هيك وعش غدانا ويعني اكرمنا وقدر المهمة وحسينا انه قلبه على السلام وانه يعني يتمنى ان لا يحدث ولذلك يعني لا يجبر على القاعدة بهذا الاتجاه وللأسف يعني ما ما باخدوش برأي البابا ولا رأي الماما لا لا كانت الحرب ضاشية طبور الحرب تقرع يعني لما البوارج ولما حاملة الطائرات ابتصل للمنطقة ما مش جاي على النزاء طيب الاردن كان علاقاته مع النظام بقيت رغم صار بها تصدعات لكن عملية الموازنة بين وجود المعارضة العراقية والعلاقة مع النظام كيف كانت تتوازن المعارضة العراقية ما كان هنا معارضة بعضهم موجودين اجوا فترة اجوا وشوف يعني مثلا خذ حسين كامل اللي مش معارضة انا ما بعتبره معارضة يعني اي واحد بالاردن سواء من العراق ولا من سوريا ولا من مصر يشترط عليه اهلا وسهلا شريطة ان لا تشتغل في السياسة ان لا تتعرض لأي دولة دون تحديد من الاردن هذه بس شروطنا احنا ناس لا نتدخل في شرعيات الانظم الثانية وهذه بتحل شعوبها معها فمثلا حسين كامل هذا الكلام لما اجا بلغوا اياه سميح باشا البطيخي مدير المخابرات في تلك الفترة وزعل وغضب قالوا هذا اللي عنا بس شو بلغت بلغوا قالوا بالتحديد انه اهلا وسهلا فيك اجوا دخالة انغوسين تعرفوا الدخالة العراقية دخالة دخيلة هذا خلص يعني له الحماية والامن بس عليه الالتزام بشروط الدولة ما بصيرش يعني يضر مصالح الدولة فقال له البطيخي سميح باشا انه انت اهلا وسهلا فيك الملك برحب فيك انتو مؤمنين هنا محميين هاي قصر الملك اعطى الملك القصر وكل نفقات القصر على حساب الملك كانت بالمناسبة ولم بالمناسبة لم يبلغنا او لم يبلغ الاردن انه قادم يعني فاجأنا ما كانش فيه تنسيق حتى الناس تعرف ثم زعل ولما حوصر بهذا الامر يعني اعتبر نفسه محاصر اجرى اخذ يجري اتصالات مع بعثيين سوريا وهذه اتصالات مرصودة وانا هذا يعني بعرفه معرفة يقينية مع النظام مع النظام طبعا وكان جهز حاله يسافر وارسل رسالة سرية لهذا ارسل رسائل حافظ الاسد الرسائل ما بعرفش لحافظ الاسد او لأحد من النظام هو على علاقة بيعرف الناس فعاد له سميح باشا البطيق مرة ثانية برسالة من الملك ملك عارف شو بصير وقال له بتروح وين ما بدك بنات الرئيس هذولا زي بنات الملك الملك بيقول لك بنات الرئيس زي بناتي لا أقبل انهم يتحركوا من هنا هم في عهدتي وحمايتي واذا بيروحوا من مكان لمكان بصير إذلال لهم فلا أقبل بتروح بتروح لحالك كمان هذه أسهمت في عنده وضع حد لإقامته في الأردو أسهمت يعني هذا واحدة من الأسباب اللي خلت يرجع هذه أنا بأعتقد واحدة من الأسباب طبعا هو كان على اتصال مع والدة زوجته سيدة ساجدة وطمأنته طمأنته أنها حصلت من الرئيس على عفو وحصل هذا العفو هذا رصدكم بالأردو المعلومات طبعا طبعا هذا المتابعة يعني لا يترك بدون متابعة شخص بهذا الحجم وبهذه يعني كانت قنوات اتصال بينه وبين ساجدة كانت بينه وبين ساجدة إما من خلال سيدة رغد أو من خلاله أو من خلال آخرين لكنه حصل على تطمينات قوية جدا بأنه قد حصل العفو وذيع العفو مش بس يعني هذا فلما أدرك حسين كامل أن ليس له في الأردن بقاء وصار بينه مشاحنات بينه بين صحفيين هون بالأردن ودعاوي بالمحكمة رفعوا عليه دعاوي إلى آخره نايف الطورة فذهب إلى السفير العراقي على منزله نوري الويس وقال له هاي سياراتنا وكل إشي وإحنا جاهزين أميت ما بدك توقفنا ففعلا وصلهم نوري الويس بسيارته وبسياراتهم راحت كلها إلى الحدود ورجع واستلموهم من هناك علي حسن المجيد وعدي إجوا نعم أصبت هذا جانب يعني كمان إجى علي حسن المجيد أول ما إجع سين كامل إجى عدي اليوم الثاني أو الثالث بهاي الأيام على وجه التالي إجوا الثنين وقابلوا الملك واستقبلهم الملك وطلبوا استرداد حسين كامل وأخوه صدام وفي لهم أخ ثالث آه نعم عز الدين عز الدين و سيدات زوجاتهم والأبناء فقلهم الملك هذه دخالة والعربي كما تعرفون والرئيس العراقي بيعرف لا يسلم دخيله وهذا الأمر إلهم إذا بدهم يرجعوا ما حدا بمنحهم أما إني أنا أحملهم قهرا وعنوة وأسلمكم إياهم هذا هذا اسم تسليم هذا اسم مش هذه خياني للدخيل فرفض الملك حسين وما كانوا مبسوطين يعني أعربوا عن هيك وهذه هاي أحدثت الشرخ بالعلاقة أيضا عمقت الشرخ ذا كان موجود ألا لو أنت مكان الملك حسين طبعا طبعا لا بتقدرش وإجا بدون تنسيق بجوز لو صار تنسيق ما بيقبل الأردن ترى الأردن مش تبع الألعيب هاي ما بدخلش بالألعيب بس فرض حاله علينا واقع لا يمكن تجاوزه بنات الرئيس هذول يعني مكرمات معززات بتقييمه السريع هل كان معارض حسين كامل إجا لا لا منشق حسين كامل منشق وغاضي بسبب خلافات يعني وبرهن على أنه الناس يعني هذه مش بنيت أخلاق سياسية يعني كانت في طفرة في هذه العلاقات يعني هذا ولي نعمتك صدام يعني هو صانع لو لا صدام هو من يكون حسين كامل آه ما أنا بقول ولي نعمته لذلك انشقاقه على ولي نعمته لا ينظر إله يعني هنا يعني لو أنه واحد بمؤصفات غير صدق الناس لا تستقبلوا استقبال الفاتحين أما أنت جاي تنشق على صدام أبو زوجتك الكريبة وأبو ولي نعمتك أمر كان يعني مستهجنا إذن أستاذ محمد دعونا نروح الفاصل ونكمل معك عن الشأن الأردني والعراقي معا مشاهدي الكرام وقفة ونتواصل مع ضيفنا الوزير والسفير والنائب السابق الأستاذ محمد داودي مرحبا بكم ثانية نحن نكمل الجزء الثاني من هذه الشهادة مع الأستاذ محمد داودي مرحبا بك مرحبا بك هنا في الأردن صار لقاء تاريخي بأن الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس صدام حسين برعاية جلالة الملك نعم ترشح شيء كمراقبين راصدين مسؤولين نعم نرى أول إشي سيد حميد نحن صار فيه اتحاد أردني عراقي بالزمنات اسمه الاتحاد الهاشمي نعم وتأمرت عليه الأنظمة الثورية الأنظمة الوحدوية لرفع الشعارات وأطاحت بالنظام الهاشمي هناك ونقتر رئيس وزراء ونجوزة ندموا عليه هسا الناس يعني طبعا طبعا أنا كتبت اسمه لعنة الهاشميين ويعني كان زي مصارب مصر حملوهم حطوهم بقارب ودوهم لكن الوحدويين تآمروا على الوحدة ثم والعروبيين تآمروا على العروبي نعم ثم الملك حسين الذي لم يرفع هذه الشعارات حاول جاهدا أن يجمع الأخوين الأخوين أعداء زي ما بيقولوا الرئيس صدام والرئيس حافظ الأسد وكان جمعهما يعني ضد مصالح الأردن بالمنظور الخارجي لكن إحنا مع قاعدة أن الأمن في الإقليم الأمن زي الأواني المستطرقة لا أمن للأردن بدون أمن العراق ولا أمن للأردن بدون أمن سوريا ولا بدون أمن مصر ولا اليمن حتى وين صار اللقاء؟ اللقاء صار في قاعدة الجفر الجوية على مسافة 250 كيلو متر من عمان وحضر وأعطوا كل واحد شالي أو إشيز فيه تعرف منامات ضباط وإلى خير وجهزت وحضروا ولتقوا تركهم ملك حسين طبعا رحب فيهم ويعني حكى ملك حسين يعرف مختصر مفيد يعني جزل في الإشارات اللي بيقدمها وتركهم ما يعني ما اتطفل على لقاءهم وهو لقاء خطير يعني لو اتحدى بعد شوي بنقلبه على الأردن يعني معروف الظاهرة الإنقلابية في هذه الأنظمة لكنه أبى أن يعني يستمر هذا الوضع وهذه وهذا إضعاف وليش فشل اللقاء باعتقاد فشل اللقاء نتيجة يعني أنه واحد يتنازل للثاني إذا بده قضية شخصا أو قضية شخصا لا شخصا كل الموضوع شخصا أنت حزب واحد هذا من رأسين حزب واحد ما كان بالإمكان أنه يعني يكون في خلاف فكري ولا خلاف حقائدي صعيب في يسار وفي يمين وهذا كله سهل لا يستدعي ما جرى وأنا اسمح لي أشير إلى مقابلتك أنا شفت كل مقابلات وشفت باهتمام أنا شفت كل مقابلات الثلاثة اللي عملتهم مع محمد السيد محسن شهادات خاصة شهادات خاصة مع السيد محمد محسن الأسير الأخيذ ومع طالب السعدون هذا ومع الضرغام الضرغام عبد الله الضرغام الدباغ الدباغ ومع العقيد العبيدي تبع سلاح الجو حسن الدفاع الجو نعم نعم حسين علي حسين علي حسين والله وشفت كل مقابلات والله أنهم أطهار ويعني أطيح بهم وكمان يعني إشي مؤلم جدا يعني في غاية الطهر هؤلاء الناس كيف عذبوا كيف بهدلوا كيف إلى آخر شايف فبالمعنى أنه هذا هذا الجو اللي بصير قاعد في الأنظمة يعني تأكل أبنائها وتأكل جيرانها وتأكل حلفائها ما في ثبات على واستقرار حتى المصالح لو بتحكي بالمصالح العلية للعراق أو لسوريا كانت بتقتضي ما يصيرش خلاف بين العراق والسوريا وأسفر يعني قديش العداء كان هذا العداء أدى إلى أن تقصف العراق من قواعد جوية سورية قريبة من غرب العراق طبعا بغداد يعني وكانت بغداد أو العراق مطمئن أنه هاي ما حدش بقدر يصل للمنطقة هاي شفت شو اثنين زودت سوريا وليبيا هذه الأنظمة الثورية العربية زودت النظام الإيراني بصواريخ بصواريخ رغم لا توجد مشتركات بين ليبيا على أقل وإيران أبدا بالعكس أكو تقاطعات وتنقضات هذا نظام مدني وهذا نظام ديني زودوهم بصواريخ ضربة بغداد وضربة العراق هذا كله بدلل على خلينا نقارن بين تعامل المعارضة بالبلدين أنتو تحكون أنه المعارضة ضرورة وليس ضرر نعم نعم هذه جملتي يعني كيف ضرورة وليس ضرر هذه جملة أنا نحتها وأدرجناها في خطة التنمية السياسية الوزارية مدلس وزراء وافق عليها خطة التنمية السياسية لما كنت أنا وزير التنمية السياسية في 2004 في حكومة دولة فيصل الفايس إحنا يا سيدي بالأردن أشوف بدي أقارن بعض المقارنات إحنا هنا المعارض منقول عنه معارض منقول عنه متطرف منقول عنه متشدد منقول عنه قاسي منقول هذا اللي برفع يعني الدوز إلى أبعد الحدود في مناطق الثورية وهذه بيسموه عدو الشعب والثورة أو الحزب والثورة عدو لاحظ كلمة عدو والعدو بديك تقتل تقتل هو بديك تعدم هو توصيفة تمهيدا لتصفيته أبدا هذا هو عدو الحزب والثورة التوصيف يمهد للتصفية أبدا إحنا ما عنا كلمة عدو ما منقول عن المعارض ليس بلاد كان أكبر معارض أردني الملك رحله على السجن وأخذه بسيارته إلى منزله عند السيدة الوالدة ما فيش عدامات سياسية عندنا فهذا وهذا سبب استقرارنا إحنا كمان أستاذ حميد والمشاهدين الثانية كل الأنظمة كل شوية واحد بيقول لك يا أخي الأردن ضعيف والأردن هش ليس ضعيفا وليس هشا أنا بحكي بناء على معرفة وأنا ابن النظام الأردن صلب في نواة هائلة صلبة ضخمة شو بدك اللي على الهوامش وعالحواف كلها تحت الإمكانيات والسيطرة إحنا صحيح اللي بيشوفنا من بره بيقول ضعاف ما عنا نفط يعني لو عنا مسورة نص إنش نفط بجوز شو اسمه نوزع على إخواننا أنتوا أتكم حزبيا ثورية اثنين هم ثوريا حزب الشيوع حزب البعث كيف تعاملتوا معهم يا سيدي بدون اجتفاف صحيح عنا إحنا شوف أخطر شيء في المسألة أنه لا لا مغالاة في المعارضة ولا مغالاة في المولاة النظام الأردني لا يطلب منك أنت الموالي زي حالاتي أن تغالي تغالي بمعنى خلص بدك تكتسح الآخرين أنا لما أكون لا العنف المفرط ولا اللطف المفرط أحسنت العنف واللطف المفرط يا نعم أحسنت لذلك حزب الشيوعي سجنوا والبعثيين سجنوا اعتقلوا سجنوا مش أنه يعني كمان بدون إجراءات لا أول إشي النظام يعني لا يمكن تجنيد عدد كبير ضده شايف شو قصة المطبع مع الشيوعيين اللي هذه هذه قصة مشكوك فيها على كل حال يعني ضبط أحد الضباط المطبعة مطبعة الحزب السرية طبعا تكون في وبلغ مدير المخابرات في تلك الفترة وقال له ضبطنا وقال له الله يلعن شيطانك من قل لك تضبطها قال له كيف مطبعة الحزب الشيوعي مطبعة الحزب الشيوعي اللي بتطلع صوت الجماهير طريق الشعب طريق الشعب وعدنا طريق الشعب وعدكوا طريق الشعب طبعا مهمة إخوان ورفاق فقال له لا يا عمي ما بدنا رجعها وهي عشر دنانير كانت العشر دنانير زي ما تقول عشر تلاف دينار اشتري لهم ورق فيها كيف قال له يا أخي إحنا هذه الأحزاب إذا بتبطل موجودة عنا في قسم مكافحة الشيوعية في الـ CIA وفي أمريكا بدفع لدول كلها ضمن برنامج مكافحة الشيوعية مساعدات فحتى كان يقال أنه اللي بيستنكر بالجريدة إذا أنت الشيوعي بتستنكر الورقة تبعا للسنكار في عدد من الدول بغضوا عليه عشرين ألف دولار البلد يعني عشر استنكارات بتأخذ ميتين ألف دولار على اليوم كل شهر مثلا فقال له رجعها يعني شوف أول إشي ما في للنظام عدوات قاصمة فيه ضباط أحرار وفيه مش عارف شو فيه اتهامات وفيه كذا بس بالأخير لا يتمكن أي حزب أن يجند ما يطيح بالنظام اثنين جيشنا جيش محترف اشتغل فترة بالسياسة ثم تضح له أنها كلها يعني قبض الريح ثلاث النظام عنده آليات استيعاب آليات استيعاب تفاهم وليس تصادم لا تفاهم وليس تصادم أصبت يعني معارضيننا برا أدركوا المعارضة من برا على كل حال ليست دات جدوى على الإطلاق فجابهم ويقال جلالة الملك تعرض إلى محاولات اغتيال وعفى عنهم عدة مرات عدة مرات وأحدهم اسمه صادق الشرع الله يرحمه حكم بالأعدام ثم أصبح وزيرا للتمويل في الأردن هو متورط فعلا لمحاولة؟ طبعا يعني هيك حكم هيك حكم يعني هذا بالخمسينات ثوروا الجيش وثوروا وإلى آخره لكن أهم شيء في الأردن فيه آليات تصويب يعني أنت بتنظلم بالأخير بتتصوب مظلمتك فما بتتحول إلى حاقد هلأ القاعدة عندنا هون عارض قد ما بدك لما بتحول إلى يعني فيه أمرين إذا تحول الشخص إلى حاقد هذا خطير بصير اثنين إذا تحول الاحتجاج إلى تنظيم بصير خطير أنه جهاز مخابرات أيضا جهاز محترف مدرب خبير محترف ما بدخل في السياسة بضبط المسائل يعني إحنا لما الأمم المتحدة أرادت أنها تعمل بنك معلومات لما صارت الحملة الأممية ضد الإرهاب في 2014 لما تشكلت أرادت هاي الناس بدها بنك معلومات حول مين بدهم يقاوموا مين بدهم يحاربوا فيه منظمات معتدلة فيه منظمات متطرفة فيه منظمات إرهابية فمين اللي بيصنف يجوا على الأردن ولوا هذه المهمة صنفنا هذه المنظمات العاملة في سوريا الثمانين تسعين منظمة اللي عاملة في المنطقة في العراق وسوريا فصنفها أن هذه إرهابية وهذه متطرفة وهذه مؤتدلة وهي كذا وهي كذا هذا كمان أمر يعني استقرارنا له ركائز كثيرة عمالة حضرتك في الديوان الملكي مع جلالة الملك نعم فترة طويلة نعم أو يعني قريب مو قريب جدا بس قريب كيف كانت الأجواء كيف كنت تقرأ شخصية الملك يسيدي أنا عملت مع الملك الله يرحمه يعني أنا بعتقد أنه من أعظم ملوك العرب الملكي حسين وعملت معه من 92 إلى 93 ثم ذهبت إلى الانتخابات النيابية ونجحت فيها ملك رحيم ورحب وكريم كريم لا يعني ما يعرفش حط لا يرفض طلب وفي أكثر الزعماء ترى فيهم كرم لكن الملك كان أنا كنت أكتب له تقرير صحفي أنا يعني بديت في التقرير الصحفي بصيغته للشوز فأنا بقرأ كان عنا ثلاث أقسام بالإدارة الإعلام أنا مدير ومعي ثلاث مسائد واحد بيعمل لي ملاحظات على الصحافة الدولية واحد على الصحافة العربية واحد على الصحافة الأردنية اللي كان بيعمل تقرير الصحافة الأردنية وزير الإعلام الحالي أمجد بيك العضايلة ورجل الكفاءة عالي جدا فكانت تيجي هالمعلومات وأقرأ الجارديان بتسب على الملك نيويورك تاينز بتشتم على الملكة إيه فكنت أحط الحكي أنا نفسه وحطه شو لها هذا الملك يعني إذا الغفل عن فكنت أكتب تقرير من صفحة نشرت الجارديان في صفحة رقم كذا تقريرا يمس شخص جلالة الملك المرجع المرفق رقم واحد كذا المرفق رقم اثنين إذا بدوا التفاصيل موجود منوديله بطلبه ممتعف اليوم كيف من زعج أنا عملت هذا وما وديته أول يوم فقلت للدكتور خالد الكركي من أنبل أبناء الأمة حتى مش بس الأردن قلت له يا دكتور خالد كرئيس الديوان رئيسي يعني قلت له هكك قل لي هذا حكي صحيح ممتاز فدخلنا على جلالة الملك وقل له فيه عندي محمد حكي قلت له سيدنا أنا بدي أقدم لك تقرير الساعة سبعة ثمانية الصبح تسعة الصبح بديش أسم بدنك أنا بثرفرات ولقلقات وكلام مفراطة بنكتب عنك في الخارج بنكتب على الأردن ما عندي مشكلة الحكومة على الفساد على هذا بقدم لك بس عن شخصك قال له أرجوك أشكرك بدي كل شي يا سيدي بيعكر مزاجك قال له أنا مين بيعكر مزاجك تعكر مزاجه فمشينا علي أصبحت أحط كل ما يذكر كل ما ينسب إلى الملك من اتهامات ومن حتى مديح كله بتعرف ويعلق هم مش بطلب لا بعرف شو بيساوي بالتقرير بطلب بطلب المرفق هذا بطلب المرفق الثاني بطلب الاخرين وهو بيقرأ هو يعني أنا بجوز بعض الأشياء اللي موديلوها قاريها بيشوف النشرة التلفزيونية الصبح ساعة ستة ونص بيبدأ الملك بيقعد بيشوف نشرات الأخبار سين اين البي بي سي إلى آخره وبيشوف الصحف الأردنية وغير الأردنية وبيستقبل المدير المخابرات بيفتروا ويا الصبح مثلا مرة هاي مدير المخابرات مرة ثاني قائد الجيش مرة ثالثة رئيس الحكومة مرة الرابعة السفير الأمريكي مرة قامسة السفير السوري هيك يعني عنده برنامج نشاطات بيبدأ مبكرا وثم بتغدى في الديوان أنا يعني كنت من بس كنا نسميهم القبات الحمر أنا كنت منهم يعني كان الغداء اللي مع جلالة الملك ثمانية تسعة ناظر الخاصة الملكية رئيس الدوار رئيس تشريفات الأمير علي بن نايف أنا إلى آخري فالملك بتبسط بالحكي وبتكتشف يعني شخصيته قديش قديش مرحة ورحبة وقديش إنسان وقديش لطيف أنت راوي أنه رئيس السنغال سأل عن السنة والشيعة سنغافورة سنغافورة جام بعض الكلمتين نعم يا سيدي أنا قدمت أوراق اعتمادي سفير في 2008 أنا كنت سفير مقيم في جاكرتا وسفير غير مقيم في سنغافورة وفي سلطنة بروناي فرحت قدمت أوراق اعتمادي ضمن البرنامج تبعهم يوم كذا يوم كذا رحنا قدمنا الأوراق الاعتماد وعلى عدد من السفراء وكان في قاعة زي هيك كبيرة وفي ريسبشن واللي بقدم بيجي بدقل على القاعة وبيختلط بالناس سنغافوريين وعرب وكل الناس وسفراء البلد اللي سفراء سنغافورة المقيمين فيها فإيجاني رئيس الشريفات السنغافوري رئيس الشريفات الرئاسية قال لي إذا سمحت السيد الرئيس الجمهورية بده منك موعد قلت أنا بده مني موعد كيف قلت له أنا جاهز قال بده يشوفك عميت وقتك بسمح حدد أي يوم قلت له الآن أنا موجود عندكم قال لي آه خلاص ممتاز بعد انتهاء المراسم والله بعد انتهاء المراسم رحت أنا على وديت لك صورة وقعدت معه زي هيك فقل لي سعد سفير بده أسهلك سؤال هو بجوز عمره تسعين لكن صابغ شعره زي ما بقوله كحل الليل وأنا ما بصبر أنا شعري أبيض فقل لي شو قصة السنة والشيعة قلت له ليش اختارك إليك والله يعني بجوز العربي الوحيد أو المسلم الوحيد في تلك المراسيب أو قالوا له فصيح هذا بجوز جاية فقلت له سيادة الرئيس أنا صار أنا شاء من قبل ما يصير شعري أول مرة بسمع عايش سار شعري أبيض أول مرة بسمع من سنة قصة سنة وشيعة ما كنا نسمع على القصة هذا 2008 قلت له فخامة الرئيس هذه قصة سياسية إحنا سنة وشيعة رابطنا علي بن أبي طالب الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله ووجه هذا إحنا نعتبره فارس الأمة وأكثر مبدئي في الأمة ولولا أنه مبدئي بجوز صار خليفة في تلك الأيام وإحنا ابن عم الرسول وإحنا نظامنا الأردني الهاشمي هذا من جذر علي بن أبي طالب والرسول الكريم فيا سيدي هذا ليس كاثوليك وأرتودوكس وإلى خير طبعا هو سؤال النتاج الصراع الموجود بالمنطقة طبعا طبعا هو بيسمع وبقرأ وبشوف ورئيس جمهورية وبشوف السنة والشيعة وإيران هو فعلا كان لا يعرف شيء عن هذا شكله هيك فقلت له إياك أنه يخطر في بالك أن هذا أمر ديني هذا ولا إله علاقة بالدين حتى قلت له في رسالة عمان 2005 صدرت بتقول أنه المذاهب الثمانية واتفقوا على وحدة المذاهب وأنه ما حدا يقرب على الثاني وإلى آخر بس أحكي لك شيء في ذلك الإقليم كان في حملة تشييع كبيرة جدا للأسف وين أنا مثلا كنت سفير في جاكرتا وصديق للسفير الإيراني هناك وقال لي يا سعد السفير إحنا صرنا مشيعين عشر ملايين أندونيسي هو السفير الإيراني؟ نعم حكالي لأنه سمعت أنا بقوله شو القصة حافظ اسمه تتذكر اسمه؟ لا والله ما أنا متذكر بقوله شو القصة سمعت أنا بقوله سمعت أنه فيه أنتو بتأخذوا خمسين ستين واحد من النابهين الأندونيسيين بتدوم على الشام ومن الشام بتغيروا وثائقهم وبتودوهم على إيران على قم وعلى هذا وبخضعوا لدورات تربي وتأهيل وتدريب على المذهب وبرجعوا دعاه إلى أندونيسيا؟ إلى أندونيسيا مقابل ألفين دولار بالشهر لكل واحد بيجي بعدهم وبيجي فوج بعدهم وبرجع وبيجي فوج بعدهم وأكد لك هذه المعلومة؟ ما أكدها بس قل لي إحنا حتى الآن 2011 هذا الكلام حتى الآن صرنا مشيعين عشر ملايين أندونيسي طبعا بنكتب الحكي بالجرائد وصارت مشاحنات وصارت مصادمات وصارت مظاهرات ضد السفارة الإيرانية يعني مش سري بس هذا الكلام يقول السفير بشكل علني خطيئ لأنه شبه مفضوح وبعدين كان فيه مودة بينه وبينه ومش متوقع أفصح عن هذا أو أفضح هذه المعلومة هذا بجوز واحد من أسباب بس كانت مسألة دائرة في المنطقة التشيئ اللي بصير في جاكارتا وفي تايلاند وفي سنغافور وكله فسأل سؤال مبني على شيء يعني فيه عنده حاجة إلى معرفة فقلت له ما إله علاقة بالدين إحنا ديننا واحد قبلتنا واحد ورسولنا واحد وخلفائنا واحدين وعدت قلت له إحنا بعد بعد عمر الخطاب أنهى الخلافة الخليفة أبو بكر وعمر قال أنا مش خليفة أنا أمير المؤمنين وصارت كل الأسماء بعد أمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الاجتماع في اجتماع مهم كان بين الملك والمعارضة نعم نعم للأسف الملك اتكأ على المعارضة في لحظة حرجة نعم يا سيدي إحنا إحنا لما صارت كام ديفيد لما راح السدات على كام ديفيد 78 كسر الحاجز مع الإسرائيلية والملك حسين كان يقول أنا لن أكون أول المسالمين فقالوا له هاي أنت الثاني الآن ماطل ودخلت الأمة العربية يعني أريد له أن يكون على السك نفسه طبعا طبعا شو بدنا منك احنا شو بدنا فصارت المقاطعة ونقل الجامعة العربية والحملة وبغداد قادت القصة مؤتمر بغداد عقب 78 معروف على كام ديفيد اثنين مثلا أو في خطر عليه فعمل أول إش انتخابات الملك التسعة وثمانين عمل انتخابات قبل حرب القليج بشوي لما اشتدت صارت عندنا أزمة صارت عندنا أزمة مالية وأزمات مفتعلة من وراها الأمريكان ترى ثلاث أزمات مفتعلة صارت في الأردن المعنى لتروض الأردن طبعا مطلوب كان أن الأردن يذهب إلى بخط كام ديفيد خط كام ديفيد فالملك أول إشي عمل انتخابات واستقوى بالبرلمان عمل بانتخابات بالتسعة وثمانين استقوى بالبرلمان حتى لما بدهم يضغطوا عليه يا عم أنا عندي برلمان والبرلمان لا يقبل إلا سلام ضمن المواصفات الشرعية الدولية وتعرف تفاصيل هاي وأنا يعني مش مطلق اليد بتقوله اللي روح بروح وعصياني مش لأنه أنا ما بدي لأنه أنا محكوم بشعب اثنين دعانا الملك إلى لقاء في الدول الملكي الإخوان المسلمين كان منهم عبداللطيف عربيات ومحمد محمد محمد إسحاق الفرحان وكان سلمان عرار وكان وليد عبدالهادي بعثي وكان تيسير الزبري وكان عزمي الخواجة وجمال الشاعر وأنا أنا كنت أنا والأخمازن الساكت وسامير حباشني ومؤنس الرزاز ومحمد القيسي وأبو عمر المصري سامي المصري ومنذر مكاحلة ومجموعة من الشباب المستنير الوطني عملنا حزب اسمه الحزب الوطني الديمقراطي على غرار حزبكم الخمسيناتي هذا حزب الوطني كامل الجادرجيكا فكلفوني قعدنا إنه في دعوة من الملك قعدنا وناقشنا الموضوع حملوني ورحت منذوب عن الحزب وحضرت فقال الملك يا إخوان العالم بطل في حاكم مطلق شوفهاي مهمة وحاكم منفرد وحاكم بقعده بوغذ القرار يعني نتيجة هيك لحظة صفا لا فيه إشي في العالم اسمه توزيع الأدوار تعالوا نوزع أدوار بيننا وإحنا فريق واحد وهذه بلد مش إلي الكوي فبدنا نحكي جاي علينا مشروع السلام هلا حكا بالوضوح نعم نعم جاي علينا شونساوي فنقتل إخوان المسلمين قالوا إحنا ترى رح نوقف ضد ضد هذا قال لهم هذا المطلوب استثمر جملة آه قال لهم أنا بدي هذا الملك بيقول النظام اللي بده النظام القوي بيستقوي بالمعارضة القوية والنظام الضعيف بيستقوي بالمعارضة الضعيفة بديها ضعيفة بس النظام القوي ليش تكون معارضة ضعيفة ما بتهزوا المعارضة القوية فقال لهم يا أخوان إحنا بدنا يعني نتبادل الأدوار ونتبادل النصوح وهذه جلسة وإن شاء الله بتعقبها جلسات وقال لنا يعني بدنا يعمل مدلس سياسات شعبي أو أهلي والله وحياتك شو اسمه بلشت الناس تسأل أنا صعقت والله شو بصير في سوريا شو بصير في المي مع سوريا شو بصير في منظمة التحريق شو بصير في كذا شو بصير في كذا ما في برنامج أردني للسائلين اللي كانوا يسألوا واحد بعثي عراقي بيسأل عن العراق واحد بعثي سوري بيسأل عن سوريا واحد بيسأل عن منظمة عن حماس واحد فالملك بينغوسين استقل خيرنا وما حكى شكرا شباب شكرا إخواني شكرا كذا وخرجنا ولاحقا أنا رحت على الديوان ففهمت أن الملك قال شو هذول هذول أنا طيب لو بدي بجيب سادتهم بجيب رؤساءهم أنا لما بقدر أجيب الجنرال لو إيش أجيب الشاويش أنا بقدر أجيب أبو عمار الله يرحمه بقدر أجيب نايف حواتم بقدر أجيب جورج حبش وإجوا هون وندفن بعضهم هون جورج حبش اندفن عنا هون شايف المعارض أحكي لك شي من صفات الملك الملك تفقد أسر الزعماء العرب بدون تمييز اللي تآمروا ضده واللي ما تآمروا ضده وبعضهم لما علم أنهم مشردين اشترى لهم شقق اشترى لأسرهم شقق مثلا مثلا شكر القوات لي اشترى لأسرته شقة في بيروت شايف شو راتب التقاعد تبع شكر القوات لي الله يرحبه هذا بطل الوحدة السورية المصرية اللي تآمر على الوحدة الهاشمية الهاراقية ما الملك ما عنده قلبه أبيض شايف وبيقدر فيه إكرهات بتصير عند الناس وفيه إملاءات بتصير لكنه في الأخير هيك مستقيم ذو خلق ما عندوش الأحقاد اللي بتخليه يرسل معارضه إلى الإعدام أو يلفق له أو يسميه عدو عدو الحزب والشعب أو عدو الحزب والثورة أستاذ محمد العناوين الرسمية ترفض الذاكرة لتكون مستودع الأسرار نعم لكن العنوان الدائم إلك وإلي هو أن تكون كاتب صحفي ومتابع نعم وهذا التوصيف هو استحقاق حقيقي إلك أنت كاتب كبير عشت وراصد كبير عشت وصحفي مهم تعلم منك أنت مؤرح أبدا أبدا وأني أشكرك جدا على هذه الشهادة وأنا سعيد بهذه الجلسة هذه الإطلالة قلت لك على أهلي في العراق سنة وشيعة وأنا بيعجبني شعار العراق مذهبي هذا الشعار العظيم والعراق رمح الأمة الذي لن نكسر سيعود العراق في طليعة أمته وإحنا أنا بالمناسبة من تيار بالأردن مع وحدة الهلال الخصيب اللي بيشمل الأربع دول الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق هذا مصير إن شاء الله نلتقيك في مناسبات أخرى وستبقى ذاكرتك خصبا إن شاء الله دائما ومستودع من الأسرار وتبقى آفاقك أوسع وفكرك أغزر إن شاء الله مشاهدين الكرام شكرا لإصغائكم نلتقيكم في حوارات أخرى وشهادات أخرى مع ضيوف آخرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة